أعزائي المشاهدين أهلا بكم معنا ولقاءنا المتجدد والفترة المفتوحة وزينا وطعم البيوت وبرحب بحضراتكم وبرحب زميلتي الحبيبة دعاء عبد المجيد منور يا دونتك منور بوجودك دايما يا مونة أهلا بك وأهلا بمشاهدنا دايما معنا متابعينا كل يوم إن شاء الله في زينا وطعم البيوت حلقتنا النهار دا كان عادة متنوعة فقرات هي بتكمل بعض إن شاء الله ناقش كل المواضيع ونجاوب على كل الاستفسارات اللي كنتم بتتسألوا عليها أو ما زلتوا بتتسألوا عليها ومعنا طبعا بنرحب بالفقرة المستمرة شاف علا فتح الباب نرجع لك نعرف الأصلاف منورة يا علا منورة منورة أما فقراتنا بقى يا مونة أولى فقرات اللي بتقدميها أنت على الهواء أو اللقاء ليك هي مضوعه هتعجبك الفقرة الأولانية هتعجبك إحنا بنتكلم بنقول يعني دا علماء النفس اللي قالوا المرأة كائن حساس يعني مش معنى كده أن الراجل مش حساس لا الراجل حساس لكن إحنا عايزين نتسأل هل المرأة فعلا أكثر عرضة إن هي جيلها اكتئاب أو إن هي تتأثر أسرع من الرجل دا اللي هنحاول نعرفه النهاردة فقرتنا وآدم وحوال دي مهمة جدا ووضوع مهمة جدا أه فعلا مرأة حساسة جدا وكان مختلف بقى عن الرجل ولا رجل تعبيره عن حسيته ودرجة حسيته مختلفة هو دا اللي أنا حسأل فيه يا ريت تكوني معايا اللي احنا نسمع رأيي المتخصصين إن شاء الله أنا بتكلم في مشكلة خطيرة أنا بقى لي كذا فترة بتكلم عن المشكلات هي مشكلات بنقرر كلام فيها لأنها ما زالت موجودة بتاخد أشكال أكثر تطورا كمان زي مشكلة الإدمان المشكلة دي مشكلة جريبة لأنها مش مقتصرة على طبقة اجتماعية معينة مش مقتصرة حتى على بلد معينة ولا على سن معينة ولا نوع معينة من الإدمان والصعب السيطرة عليها فإحنا عايزين نتكلم إن إحنا مش عايزين نبدأها لأن بدأناها وأصبحنا بنتكلم عن المضمن فده بقى تفاصيله كتير وهو الموضوع حيبعيز إرادة والموضوع حيتم عشان نقول إن تم شفاء من المخدرات بيمر بأعرض انسحابه دي حاجة طب ليه؟ يعني وهي مشكلة مدمرة للشخص بدنيا ونفسيا ومدمرة لنا إحنا كلنا اجتماعيا لأن هذا الشخص بيبقى الشخص مش منتج الشخص ملوش سموح تفاصيل كتير قوي حنقشة طبعا مع متخصصة وهي الدكتورة حنان الشازلي استشاري ألاج الإدمان ده بالنسبة للقالي ده موضوع على فكرة رائع وموضوع مهم جدا وربنا يكفي الجميع شر وقع في بقر الإدمان يا رب يا رب بإذن الله عندنا فقرة مبارح ابتدت الحملة القومية لتطعمات شلل الأطفال ودي يعني الحمد لله الحمد لله مصر بقالها فترة طويلة جدا مصنفة إن هي خالية من شلل أطفال لكن الدولة ووزارة الصحة حريصة جدا على إنه يبقى فيه جرعات منشطة للتطعيم ضد شلل الأطفال أهمية هذه الحملة اللي ابتدت من مبارح وهتستمر لمدة أربعة أيام أهميتها وإن إحنا نواظب عليها أو أطفالنا يواظبوا إن هم ياخدوها عشان ربنا يحميهم تماما من الإصابة بهذا المرض وربنا يحفظ الجميع وفعلا دورنا مهمة أوي إحنا كإعلاميين إن إحنا ننوه دايما عن أهمية حملات التطعيم شل الأطفال بالتحديد وكل أو مواعيد التطعيم إحنا بننوى عنها بنوعي بأهميتها لإن إحنا نتكلم عن مستقبل ولدنا فمهمة أوي برضو الفقرة دي ونرجع كده خلصنا معاكم بداية بنت الأصول المرأة المصرية الجميلة إحنا النهاردة بنناقش بشكل عام في فقرتنا آدم وحواء هل المرأة كائن حساس أكتر شوية؟ ده لا يقلل من الرجل أيضا حساس لكن أيضا المرأة بتمر بمراحل كثيرة جدا وتطورات فسيولوجية ممكن تكون مؤثرة عليها تأثيرات وبئة خارجية بتأثر عليها ده اللي هعرفه من ضفط دي الكريمة الأستاذ دكتورة سوهير الغنيمي أستاذ طب النفسي جامعة عن شمس منورة دكتورة سوهير أهلا بيك المرأة كائن حساس قوي؟ دي ربنا خلقنا كده هي أكثر مش مش إنها أكتر إحساسة من الرجل ولكن هي المشاعر بالنسبة لها لها قيمة أعلى من الرجل شوية طيب ده بيخليها أحيانا يعني إحنا عايزين نقول أو نفرق لأن دايما ساعات إحنا بقين بنقولها زي كده مصطلح دايما أنا مكتئبة أنا حزينة في فرق ما من الحزن والاكتئب؟ طبعا إيه الفرق ما بين الحزن؟ الاكتئاب ده طراب وليه خصائص وليه مدة وليه حاجات علشان نقدر نشخصه ولكن الحزن ده بيبقى رد فعل الحدث حصل يعني مثلا حصل مشكلة في الشغل مشكلة مع جزهة كده ممكن تحزن عادي جدا إضافة لأن عندها دورة من الهرمونات قد يساعد داع لأنها تشعر بأنها شوية مش مبسوطة قوي الهرمونات دي في خلال الشهر بتتغير من أول الشهر لأخر حتى بيسمعها دورة ممكن يؤثر سلبا على مزاجها ده اللي احنا ساعات بنشوفه مع البنات الصغيرة طبعا ونلاقيها بيجي لها فترة كده بتقعد يجي لها نوبة تعياط وتعياط في الفترة دي الأم مفهول تعمل ايه أو تحاول تخلي بنتها تخرج من المرحلة دي او ازاي لازم يتعرف السبب ايه يعني الطفلة او المراهقة اللي تبتدي دي برد فعلها على كل حاجة عياط لازم يبين مفهوم هي السبب ايه سبب انها بتعايت ايه ممكن يكون تأثير اصدقائها عليها ممكن يكون مع الدورة بتاعتها فدايما يبقى سهل تبقى حساسة حد قالها كلمة مش مبسوطة منها الحاجات دي مهمة جدا ان الام تتفهمها ليه عشان تديها ثقة بنفسها اكتر ازاي تتعامل ازاي تتصرف لو حاجة حصلت زي كده طيب من الحاجات يا دكتور سهير اللي يعني دايما بيطلقوها بعض الرجال عشان مش كل الرجال عشان برضو الواحد يبقى دقيق اني سببت نكادية لا مش نكادية خاصة طب هل هي فيه ست في الدنيا او فيه راجل في الدنيا بيبقى نكا دي لوحده كده يعني موديله انا النهاردة هقوم هنكد على نفسي هو فيه حد بينكد على نفسه فيه حد اسمه عنده عصر مزاك يعني ما بينبسط عصر زي عصر الهد عصر مزاك التعبير دقيق جدا هو عصر المزاك ده يعني مش سهل انه ينبسط مش سهل انه الحاجات تبسطه او يبقى عنده اريحية في الحاجة كده لكن الست بيتقال عليها نكدية لانها زي ما قولنا قبل كده هي بتعبر عندها فبتبت طول الوقت عايزة تشرح مشاعرها عايزة تحكي عن مشاعرها فطبعا بالنسبة للراجل هو بيترجمها للأسف هو ليه بيقول كده لان الراجل طبيعته لما بيحصل كده ان ده لوم هو مش شايف انها بتشتكي هو مش شايف ان هي بتحاول تشاركه مشاعرها دي هو بيشوف ان انت بتكدي علي وعلى طول بزعلانها انكت بالنسباله اننا الشكوى اللي انت بتقوليها دي معناها ان انت بتلميني ان انا مقصر في شيء هو بيترجمها كده طب احنا نشوف الترجمة دي لو احنا شفنا التقرير الوقتي اللي بنتكلم فيها عن حساسية المرأة وان ازاي تقدر تفرق ما بين الاكتئاب والحزن ده اللي هنعرفه من خلال هذا التقرير وبعده نواصل فقراتنا النهار ده وزينا ده عشان يكمل الحياة والزوجية لازم طبعا يعني الحياة استقرر لازم طبعا يسيسوا بعضيهم في امورهم وكل حكاويهم يعني بالنسبة مثلا هو مثلا زعلان منها تسيسوا يعني يسيسوا بعضهم عشان الدنيا تعيش والحياة الزوجية تكمل ان شاء الله والدنيا تمشي يعني عشان طبعا نسبة التطلاق كتير في مصر يعني حصلت كتير ولازم طبعا الناس كلها تبقى يعني اي حد بيخش حياة زوجية مش عايز يتطلق او مش عايزة تبهدل بعيالها وكده فلازم استقرروا وسيسوا امورهم مع بعضيهم يعني لازم ان انا اكون يعني صابر راضي بالعيشة راضي بالوضع اللي انا فيه وعارف وضحها ايه وعارف ان هي بتزعل من ايه او انا بزعل من ايه او انا ببقى مدافع ايه فالراحة بتبدأ ان احنا الاثنين متحدين الرائع يعني رائعنا يبقى واحد اهم حاجة لحيطة الاحترام بين الاثنين طالما الاحترام متمادل بين الزوج والزوجة والعلاقة بتقوم بتبقى كويسة جدا جدا وفي نفس الوقت يبقى فيه مراعية للزوج والزوجة برضو والزوجة عليها حقوق والزوجة عليها حقوق وفي ضغط الحياة اللي احنا فيها بقى الاثنين زي بعض بصراحة لازم العلاقة تقوم على الصراحة والاحترام والحب المتبادل في حاجة برضو عشان الضغوطات النفسية لده الراجل والمرأة ان احنا لازم نحس ببعض يعني مش هنبقى لسه جاي من الشغل وهي تطلب مني الطلبات مش وقتها وفي نفس الوقت هي ما تكونش مشغولة في البيت والاولاد وانا برضو اطلب منها حاجات فوق طائطة اه انا محتاجة طلبات هي محتاجة طلبات ما فيش اي مشكلة نطلب الطلبات دي في الوقت ما يكون مناسب انا لما هكون رحيم بيها هي اكيد هكون رحيمة بيها وانا يعني انا بقدر ظروفها يعني هي مسلا بتبقى مجهدة معها اولاد وتعب وشقف واكل ومش عارف ايه اكيد لازم الواحد بيقدر الموقف ديه وهي نفس الشيء بتبقى عارف ان انت نزل من الصبح وجاي تعبان او مهلك من الشغل او الكلام ده كله فهي كمان لازم اكيد هتقدر الكلام ده كله اي بنيه انك غدا ستفارقين البيت الذي فيه نشأتي والعشة الذي فيه دركتي الى بيت لفيه وقارين لم تعرفيه فكوني له امتا يكن لك عبدا كلنا نستاهل حياة كريمة كلنا نستاهل ان احنا نعيش واحنا راضيين كلنا نستاهل ان احنا نقدر نبقى عايشين حياة سواء حياة زوجية او في قصرنا بشكل عام بدون ما يكون فيه نوع من الحزن او النكد يوصلنا لنوع اخر من الاكتئاب بجد ترحيب باستاذ دكتورة سهوير الغنيمي زي ما ورد في التقرير يعني يعني جي على لسان يعني الضيوف الكرام ان قالوا ان لازم احنا الاتنين نبقى فاهمين بعض ان احنا نقدر بعض ونسمع لبعض شايف حضرتك على ارض الواقع ده بيحصل هو كلام حلو امش كده هو كلام حلو بس نتيجة ان فيه حد برضو من الضيوف قال ان الضغوط الحياتية بقت كتير فحكاية ان احنا نسمع بعض قلت وعشان كده زمان كان الموضوع بتاعت ان الناس تيجي تحكي على الاكتئاب وان انا عندي اكتئاب قال لان انا لو اتخنقت ولا حاجة برفع السماعة على مامتي على اختي على صاحبتي او واتفر كانت الدنيا بتبقى سهل دلوقتي ما بقاش فيه الاريحية دي او المساحة دي وبالتالي بتيبتدي الناس تتكوم ما حصل مشكلة ورا مشكلة ولا مشكلة فبتبتدي المشاكل بقى ان انا ابتدي بمزاجي مش حل وابتدي سهل استصارتي احلى حاجة بقى بتحصل ان هي بيجاب كله بقى انت عملت وعملت وعملت اه نجيب القديم بقى اللي هو كله بقى ما يعرفة اللي هو وفيه سيدات بتبقى زهنهم حاضر وفيه رجال ايضا بيبقى زهنهم حاضر فيما يتعلق بالغلطات القديمة هي ستات يعني لا طبعا الستات لان هي تفاصيل هي بتفتم بالتفاصيل ودي طبيعا يعني مش ستة عن ستة الموديل بتاعنا كده الموديل بتاعنا ان احنا التفاصيل اكتر الراجل بيحب ياخد الشيء كلي اكتر من ان هو ياخد التفاصيل قوي كده ده هيخليني اسأل حضرك نفس السؤال اللي كنت منتكلم عليه اسناء ازاعة التقرير لما بنقول لو هو الراجل هو اللي بيميل لموضوع الدراما او الحزن يعني ستات يقولك ستات دي دراما كوين ملكة الدراما طب لا هو بقى الدراما كينج هنعمل في ايه احنا لو فهمنا طبيعة الرجل بشكل عام والست بشكل عام هنبقى فاهمين ان الرجل لما بيتعرض لمشكلة او حاجة يحب يقفل عن نفسه يحب يقفل عن نفسه بسعاد ينسى المفتاح بسعاد ينسى المفتاح عشان يخرج يحاول يقفل عن نفسه وصعب ان انت تدخله بشكل او باخر لو هي الحزن اللي احنا اتفقنا عليه او هو رد فعل لمشكلة حصلت له الست مختلفة الست تحب يبحدى بيسابورت او حد بيديها المسندة الدعم النفسي مهم جدا سواء للراجل او الست بس الدعم النفسي مع الراجل محتاج ان انت تديله مساحته شوي ياخد وقته الغاية لما يخرج يلاقي المفتاح ويخرج تديله المساحة ان انا موجودة بس تديله المساحة ان هو يدين الفرصة ان انا او تديله المسندة اللي هو احترام الطبيعة اللي ربنا خلق بيها الراجل واحترام الطبيعة اللي خرجت بيها او ربنا خلق الست بيها طيب الست الفرفوشة رزق ورجل الفرفوش رزق طبع 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 ازاي الست تعرف تخرج من حالة الحزن ايا كان الموقف اللي هي مرت به ازاي تعرف تخرج نفسها لان احيانا احنا بتبقى الست عندها حالة من هي دخلت في قوضة ضلمة مش عرف تخرج منها ازاي نخرجها او تخرج نفسها من القوضة الضلمة ايه طول ما هي ربض فعل الحدث ده اللي اسمه تكيف فهي لازم تتعلم ايه اللي بيخرجني منها يعني انا النهاردة قبلت مشكلة بماي فابتدى مزاجي يختلف انا عندي بقى الطرق اللي تنفع معاي انا كل واحد على حسب طريقته اه كل واحد ليه كتالوجو ليه كتالوجو ماينفعش مثلا واحدة صاحبتها بتقول انا بنزل اشتري فمزاجي بيبقى حلو لو انت اشتري انت جوزك ها هو لا هيبقى مزاجه وحش الموضوع مش كده بس ممكن ينفع مع صاحبتك ماينفعش معايك اوكي ممكن انت تعملي رياضة ممكن انت تحبي تقري ممكن تحبي تنزلي مع صاحباتك ممكن تقعد سكتة ممكن تقعد سكتة بس الست عادة يعني الافضل انها يعني لو سكتت نبتدي احنا كالطباء اه طبع يبقى ابتدت بقى ندخل في موضوع اكبر من انه هو رد فعل بس ازاي اعرف ان انا دخلة على مرحلة اكتئاب ازاي لو انا الوقت يا فيش حدث معين بس في ضغوط الحياة زي ما تفضل ضيوفنا الكرام في التقرير وقالوا ضغوط الحياة بتدفعني ان انا ادخل في دايرة بيطلق عليها علماء النفس ان دي دخلة في دايرة الاكتئاب ازاي ما دخلش هذه الدايرة واخرج منها بسرعة لو انا بحاول بقدر امكان اتعامل مع المواقف اللي انا بعملها او بقابلها او البول بشكل دوري هتبت الدنيا سهلة لكن لازم نبفاهمين ان الاكتئاب بالذات او الاعراض النفسية بتاعت القلق او الاكتئاب بيبعمل زي كورة التلج انا دايما اوصفها زي كورة التلج كل ما تلف فيها كل ما تجبر فلازم اكسرها بدري بدري علشان ما تزنقنيش او ما تحصرنيش فيها لان انا المزاج الوحش معدي يعني لو قعدنا مع بعض دلوقتي وحدودك بتتحكي فكلنا بنتحك الدنيا لطيفة لكن لو العكس هتلاقيه كله طالع بانرجي او مزاج مش حلو المزاج بيعدي والموت بيعدي ربنا ما يجيبش اكتئاب ولا كورات تلج زي ما تفضلت دكتورة سهير وكفاية ان الجو تلج ان شاء الله يا رب الدنيا ابسط من كده نحاول نعيشها بقدر الامكان باقل قدر من الحزن ونبعد كل البعد على اكتئاب انا بشكل ضفتي الكريمة الاستاذ الدكتورة سهير الغنيمي استاذ الطب النفسي جماعة عين شمس نورتين يا دكتور واتمنالك من قلبي ان تبقي سعيدة عشان تعرفي تبقي ليك يدور في اسعاد المرضى بإذن الله الجميلة الغالية علينا جميعا يا رب بإذن الله يحفظها من كل سوق واستمرارا للحفاظ والاهتمام بصحة الأطفال وصحة الأسرة بشكل عام هناك حملات قومية للتطاعمات للأجل الحفاظ على صحة أطفالنا ومنهم الحملة القومية لتطاعم ضد بشكل الأطفال اللي بدأت بالأمس وهتستمر لمدة أربع أيام هنعرف أهمية هذه التطاعمات وأهمية الجرعات المنشطة اللي بتبقى وزارة الصحة والدولة حريصة إن هي تبقى سنويا لأطفالنا ده اللي عرفه من ضيف الكريم الأستاذ الدكتور أيمن إيميل إسكندر أستاذ طب الأطفال جامعة القاهرة أهلا بحضرتك أهلا أستاذ مونزاي حضرتك الله يخليك فاندوك التطاعم التطاعم حاليا هل هو اختلف عن زمان؟ ولا هو مازال هو نفس التطاعم بس بلازم يبقى فيه جرعات مرشطة على الرغم الحمد لله بلدنا مصنفة إن هي خالية من شل الأطفال بالزبط هي الحمد لله هي مصنفة من 2006 بالزبط الحياة الجرعات المنشطة دايما مفيدة علشان تتابع دايما استمرار المناعة ضد الأمراض والوقاية دايما خارج من العلاج طبعا فهي الحملات دي مزيتها الحياة لأنه فيه فترات طبعا وفي الفترة اللي فاتت خصوصا بالفترة بتاع الكورونا ممكن يبقى فيه بعض الناس اللي نتولها شوية معنا بالزبط كده فأكيد فيه بعض الناس ممكن يكون فاتهم بعض الجرعات ما مشيوش على الجدوى المزبوط وهو طبعا هو بيتاخد أساسا سبع جرعات رئيسية يعني عند الصفر عند الولادة أول ما بيتولد وبعدين عند شهرين وأربعة وستة شهور ده أنا بتكلم على التطايم الفاموي التطايم الفاموي بيتاخد عند الولادة وعند شهرين وأربعة وستة شهور وتسعة واثناشر شهر وتمنتاشر شهر دولة السبعة جرعات الرئيسية وفي حالين دلوقتي الحمد لله اضاف عليهم إن بقى فيه الجرع أشار الأطفال عضل بيتاخد عند عمر شهرين وأربعة شهور وستة شهور يعني كمان حتى العضل بقى ليه تلات جرعات بقى ليه تلات جرعات كان الأول نزل جرع جرع واحدة وبعد كده بقى تلات جرعات أساسية وطبعا ده دي الحاجات الأساسية اللي بتغطي الطفل في أول سنتين من عمره بالإضافة لبعض الحمالات اللي بتطلع كتير قوي يعني ممكن مرة أو أكتر من مرة في السنة يعني ممكن السنة دي كان فيه حملتين في شهر فبراير وشهر مارس ودي التالتة هي موجودة في آخر السنة الحقيقة دي بتخلي بالأطفال من عمر يعني يوم أول ما بيتولدوا لغاية خمس سنين بياخدوا الجرعات المنشطة دي ودي عشان تحافظ دايما على استمرار المناعة واللي فاته جرعة في أي وقت من الفترات التطايمات الرئيسية دي أو حتى في الجرعات المنشطة لأنهم بياخدوا جرعة تانية المفروض عند أربع سنين ونص كجرعة منشطة للتطايم اللي هو السنائي مع شرر الأطفال فلغاية خمس سنين احنا بنغطي اللي هي الفترة العمرية الرئيسية عشان اللي هي بيقتر فيها مرض شرر الأطفال الأماكن اللي الحملة بتقدر من خلالها أن هي تغطي التطعمات الأماكن دي موجودة في مكاتب وزارة الصحة الأماكن الرئيسية اللي هي مكاتب وزارة الصحة وطبعا الحمد لله يعني الحملات الحقيقة نازلة هي موجودة الأماكن على الشاشة الوقتين الحضانات كلها بتنزل حملات في الحضانات بتنزل حملات مثلا في المولاد ممكن في الأماكن الرئيسية محطات المترو محطات الأوتوبيسات يعني كل الأماكن اللي بيقى فيها تجمعات كتير الحقيقة بنلاقي فيه موجودة الحملات دي موجودة بحيث أنها تغطي تقريبا يعني كل الشعب المصري يعني أنا احنا برجو أنه هو يعني الأسر اللي عندهم أطفال لغاية سن خمس سنين أنهم حتى لو الوقت مثلا ما فيش مش موجودين في الحضانة أو كده أنهم يتوجهوا للأماكن اللي فيها حملات ومستمرة لمدة أربعة ايام ابتدت من الأمس تسعتاشر اتناشر وهتستمر لمدة أربعة ايام ياريت أن انتوا ما تفوتوش الموضوع ده لأنه ده مهم للحفاظ زي ما تفاضل الدكتور أيمن للحفاظ على مناعة أولادنا ضد الأمراض وخاصة شلل عشان تفضل مصر الحمد لله يعني تبقى خالية زي ما هي كده بقى أنه 17 سنة يا رب انهم أخاليين من كل الأمراض يا رب ان شاء الله طبعا هو طبعا بيعملوا حملات على البيوت يعني في ناس بتعدي على البيوت طرقوا الأبواب طبعا وبيعدوا بحيث من الناس اللي ما نزلوش أو حاجة الحياة يقدروا برضو ياخدوا التطعمات فده الحياة يعني موفرين الجرعات بشكل كويس والجرع مجانية وهي عبارة عن نقطتين بالفم فحاجة كويسة جدا يعني زميلتي العزيزة راشعطية هتحط على الشاشة الوقتي الجدول زي ما حديك تفضلت بالموعيد التطعمات عشان يبقى الأمور واضحة وانا بشكرها ان هي طلعت الجدول ده عشان مشاهدين الكرام اللي هم مش عارفين الموعيد لا دي الموعيد دي مهمة جدا ومهمة قوي الحفاظ عليها عشان من أجل صحة أبنائنا أرجع تاني أقول لحديتك هل في أطفال أو في حاجة ممكن يبقى الطفل أقول النهاردة دي أو مش هينفع في خلال الأربع تيام ده ان هو ياخد التطعيم ايه اللي ممكن يمنع الطفل ان هو ياخد التطعيم ولازم الأمة تبقى فاهمة ان ما ينفعش تديره التطعيم الوقتي تمام هي في بعض الحالات الطريقة اللي لو الطفل عنده مصاب بدور شديد سواء التهاب شعبي حاد أو التهاب لوز ومعار تفاع شديد بدرجة الحرارة فده يعوق ان الطفل ده يتطعم في الوقت ده ما ياخدوش فهو حتى برضو لو فاته الجرعة في الأربع تيام دولة ممكن بعد ما يخلص الكورس بتاع المرض بتاعه الحقيقة ويبقى في فترة النقاها وهو كويس عدى فترة النقاها ممكن يتوجه لمكتب الصحة وياخد الجرعة المنشطة لانه حيكون بقى له فترة او بعيد عن فترة التطعيمات بتاعته الرئيسية فيقدر يتوجه بعد ذا لانه هو احنا دايما بنقول في وجود اي امراض اخرى خصوصا معه ارتفاع في درجة الحرارة ما ينفعش ان احنا ناخد اي تطعيمات في الفترة دي لازم يؤجل اشكر لك على التوضيح لان دا مهم جدا اذا كان في الطفل زي ما تفضل استاذ دكتور ايمن ايميل اسكندر ان لو في الطفل عنده ارتفاع في درجة حرارة ان فيه التهاب شعبي احد ان هو ما ياخدش التطعيم مش معنى ان فترة الاربع تيام بتاعت الحاملة انتهت لا هي دي فترة مكسفة لاخذ التطعيم لكن التطعيمات بتبقى متوفرة في مكاتب وزارة الصحة او في المصل واللقاح لان دا مهم جدا ان احنا بعد ما الطفل والدكتور يقول ان هو بقى سليم وان الحرارة انتهت ان ياخد التطعيم في بقى بعض الامراض الاخرى المزمنة يعني الامراض اللي بنقول اللي عندهم نقص اساسي في المناعة اللي هو مش اي حد يقول لك هو بيجي له ادوار كتير برد يبقى عنده نقص مناعة لا فيه حاجة مرض اسمه اللي هو نقص المناعة الاولي دولا الاطفال دولا ما بياخدوش ابدا في حياتهم اي تطعمات حيوية يعني حتى ولا تطعم طمال ازاي يتعملوا بقى في حياتهم لا بياخدوا تطعمات اللي هي فيه تطعمات تحافظ عليهم هما كحالة تطعمات اللي هي تطعمات اللي يسموها كلدة او مقتولة اللي هي الكلد فاكسين يعني بياخدوا الجزء او المايكروب ويكون مقتول ما هواش تطعم حيوي يعني بالمدرسة اللي هو الالد سكول اللي هو في طريقة الفاكسين يعني هم ساعتها ممكن ياخدوا تطايم العضل اللي هو تطايم شرق أطفال العضل دولا اللي هم يبقى عندهم نقص في المناعة لأن عندهم نقص أولي في المناعة دولا ممكن يوخدوا أي تطايم حيوي يجي لهم المرض نفسه فدولا ناس بيبقوا متشخصين ودولا حالات مخصوصة معروفة يعني بتتعرف وبتتشخص ولها تحليل خاصة بالمناعة وأطباء اللي هي يعني ده كاترة المناعة بيبقوا متابعينهم تحت إشرافهم اه بالزبط كده وبيتابعوهم وبيقولولهم ان انتوا ليكوا تطايمات مخصوصة التطايمات الحقيقية من فاش تتاخد التطايمات اللي هي مقتولة فقط هي اللي ممكن تتاخد وبيقولولهم ايه التطايمات اللي هي ممكن تتاخد ساعتها دكتور أيمان السؤال دايما اللي أم بتسأله لأي طبيب لما تقوله الوقتي ابني هياخد أي تطايم ولو احنا بنكلم الوقتي على الحملة القومية للتطايم ضد الشراء للأطفال هل فيه إجراءات احترازية إن هي تتعمل قبل التطعيم وبعد التطعيم ولا ده مفوش لي لا خالص وده يمكن بعض المفهوم الخطئ أقلق ابني هيسخن مش عارفة جراله لا لا خالص والحقيقة تتعمل شلال أطفال ما لوش أي أضرار جانبية خالص ما لوش أي تحافظات بالعكس كان زمان بيقول نملك رضاعة نملك رضاعة وراضع وراضع ومش راضع وقبل الرضاعة ولا بعد الرضاعة أسئلة مصبوطة الحاجات دي كلها لأنه فعلا كان فيه بعض اللي اعتقدت لا هو مش بيتأثر بالحاجات دي فهو يتاخد سواء الطفل راضع أو مش راضع واكل أو مش واكل لا ما لهاش أي علاقة خالص بيتاخد في أي وقت في أي مرحلة من صفر لغاية خمس سنين في أي وقت طالما هو ما عندوش أي أمراض مزمنة زي ما قلنا نقص المناعة أو أطفال مثلا اللي عندهم بيبع عندهم أورام أو بياخدوا علاج كيماوي أو حياة كده أو أطفال بيبع عندهم أمراض مناعية مثلا زي اللي بياخدوا كورتزون أو الأدوية اللي هي اسمها مسبطة للمناعة عندهم التهابات في القولون عندهم التهاب بروماتيزم مفصلي أو حاجة من الحاجات اللي بياخدوا أدوية مسبطة للمناعة أو كورتزون لفترات طويلة دولا اللي ما ينفعش ان هما ياخدوا التطايم ده في الوقت ده لكن غير كده ياخدوا عادي في أي وقت ملوش أعلى وقع بأي حاجة أنا بشكر حضرتك على هذا اللقاء وعنزين معلومات القيمة بشكر ديفي الكريم الأستاذ دكتور أيمن إيميل اسكندر أستاذ طب الأطفال جامعة القاهرة شكرا لحضرتك